السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجيد في الرياضيات للسنة السادسة التدائي الوحدة الثانية إذن اليوم سنبدأ درسا جديدا حول المضاعفات والقواسم وقابلية القسم في الصفحة الثلاثون وهي حصة الاكتشاف إذن نبدأ هذه الحصة بهذه التمارين لدينا في التمارين الأول طلبت أستاذة من تلامذتها البالغ عددهم عشرون تلميذا القيام بنشاط في مادة الرياضيات وذلك بتشكيل مجموعات عمل مكونة من العدد نفسه وحددوا مجموعات العمل الممكن تشكيلها إذن هنا يا إشحال عندنا من تلميذ إذن عندنا عشرين تلميذ إذن الأستاذة بغت تقسم تلميذ ولكن عندما ستقسم التلاميذ هناك شرطين الشرط الأول هو أن عدد تلاميذ كل مجموعة خصو يكون بحل المجموعة الأخرى هذا الشرط الأول الشرط الثاني ما يبقى حتى تلميذ يعني جميع التلاميذ خصوهم يدخلوا في المجموعات إذن هنا شنو خصونا نديرو إذن هذا العدد عشرين هو الذي يهمونا هنا هذا العدد عشرين هو اللي خصونا نخدمو عليه ونشوفو شنو نقدر مثلا إذا بغينا نخمنوها كده بقوا نديرو تخمينات حق عشرين غادي نقسموها على ربعة غي يجيو خمسة خمسة مزيان ولكن إحنا بغينا ندرسو جميع الاحتمالات إذن في هذه الحالة عليش غادي نقلبو من ناحية ذالرياضيات نحن ندخلوه في التخمينات إذن إذا دخلنا في التخمينات ربما ننسو شي حالة أو شي من هذا القبيل إذن لأننا قالوا لنا الممكن إذن هنا خصونا نتهمو السؤال الممكن تشكيلوها مجموعات العمل ممكن تشكيلوها إذن هنا غضي ناخدو العدد عشرين هذا العدد عشرين خصونا نقلبوه على القواسم نتاعوا وبالضبط كتر من القواسم خصونا الكتابات الضربية نتاعوا كيفاش نقدرون نكتبوه على شكل على شكل عمليات ضربية إذن نقدرون نكتبوه مثلا عشرين في واحد نقدرون نكتبوه عشرة في جوج نقدرون نكتبوه خمسة في أربعة دونك هذو هما الاحتمالات الواردة إذن عشرين إذن إذا إلا بغينا هاد الشي نطبقوه بالمجموعات شنو غادي نقوله إذن شنو ما الاحتمالات الواردة أولا المجموعات التي يمكن للأستادة أن تكونها إذن عندها الاحتمال الأول كان شنو ما الاحتمال الأول مجموعة واحدة من عشرين تلميذ هذك هو القسم مجموعة واحدة من عشرين تلميذ هذا أولا كان عندها الإمكان أن ندي العمل الفرضي أن عشرين مجموعة من كل تلميذ يعني عشرين تلميذ إذن هاد الإمكان ما لا يواردش هذا الإمكان ما غاديش يخدم للينا علاش لأن هاد الشراك كان عندها كان عندها ما تكونش مجموعات يعني تغضر مع القسم كله يخدموا أو منطق يعني بشكل جامعي في الصبورة مثلا أو لا كل واحد يخدم بوحده إذن هاد ما غاديش يدخل في المجموعات إذن هاد الإمكان ما كانش قولينا جوج احتمالات إذن مماذا ستكون الأسادة؟ إذن هنا يا ستكون مجموعات كما يلي هذو ما الإمكان الواردة إذن عشر مجموعات في كل مجموعات تلاميد هذا الإحتمال الأول أولا كان عليها تكون جوج مجموعات جوج مجموعات في كل مجموعات عشر تلاميد ها الإحتمال الثاني الإحتمال الثالث تقدر تكون أربع مجموعات في كل مجموعات خمس تلاميد أولا أولا كان عليها تكون خمس مجموعات في كل مجموعات أربع تلاميد إذن أربع أربع تلاميد إذن هذو ما الإحتمالات الواردة بالنسبة لواحد وعشرين لا لأن هنا على شيء بحثنا نحن بحثنا عن القواسم إذن بحثنا عن القواسم إذن هذه هي الإحتمالات الممكن أن تشكلها عمليا الأستاذة داخل القسم إذن سوف نرى السؤال في الفصل المجاور تم تشكيل مجموعات عمل بكل منها ثلاث تلاميد أحدد عدد تلاميد هذا الفصل إذا كان محصورا بين ثمانية وعشرون وواحد وثلاث إذن هنا عرفنا ثلاثة تلامد في المجموعة ولكن لا عرفنا عدد المجموعة ولكن أعطونا واحد الإشارة بأن عدد تلامد يجب أن يكون محصورا بين هذه هي المعلومات التي خرجت من القسم بأن أستاذة داخل القسم المجاور دارت في كل مجموعة ثلاثة تلامد يعني لم تشاط حتى تلميد لأننا سوف نعود إلى الشرط التي تكلمنا عليها قبل لاحظة ثلاثة تلاميد ثلاثة تلاميد كل شيء داخل في المجموعة إذن ما حال سيكون عدد تلاميد يمكن أن يكون ثلاثة ستة تسعو تناش خمسطاشت ولكن كيف سوف نختاره إذن أعطونا بأنه يكون محصورا بين ثمانية وعشرين وواحد وثلاثين إذن ما هو هذا العدد؟ إذن هو مضاعف للعدد ثلاثة ثلاثة ومحصورا بين ثمانية وعشرون وواحد وثلاثة إذن ذا إذن عدد تلاميد تلاميد القسم المجاور مضاعف لثلاثة لماذا؟ لأن المجموعات فيها ثلاثة سيكون مضاعف لثلاثة ومحصور بين ثمانية وعشرون وواحد وثلاثة إذن هنا يجب أن نقلب على المضاعفات نتاع ثلاثة silent ومعد اطفل ثلاثة 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 إذن wellness مثال يوجد mitä محصورا بين ثلاثة 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 إذن عدد تلاميذ القسم المجاور هو 3 إذن السؤال جيم أحدد المضاعف المشترك الأصغر لعدد تلاميذ الفصلين أليف وباء ثم القاسم المشترك الأكبر إذن عدد تلاميذ الفصل أليف عدد تلاميذ الفصل أليف تعطينا أوتوماتيك موهو عشرين عدد تلاميذ الفصل باء نحن لقيناه كي سوي ثلاثين إذن بتعبير آخر حدد مضاعف المشترك الأصغر لعشرون وثلاثون وحدد أيضا القاسم المشترك لعشرون وثلاثون إذن هذا هو السؤال السؤال بصيغة أخرى هو هذا إذن هناليا يبدأ لحضورنا مضاعف المشترك الأصغر لعشرين وثلاثين ماذا نجعل له؟ نجعل لحضورنا لمضاعف الوثلاثين ومضاعفة الوثلاثون ونرى من كان يتلقى إذن مضاعفات نقلب من له المضاعف المشترك الأصغر لعشرون وثلاثون إذن هنا سنأخذ مضاعفات 20 ثم مضاعفات 30 سنبدأ كتبوهن واحد لانستندوني سنبدأوا نشوفوا واحد كيتلقوا في واحد المرحلة إذن لدينا صفر 20 40 60 80 نحبسه لا نشوفوا واحد 30 ربما نلقوه مبكرا إذن هنا شنا تعطينا الصفر 30 60 90 إذن نحن نلقيناه مبكرا إذن هذا هو لأن علاش الأصغر هناك عدة مضاعفات بين 20 و 30 ولكن الأصغر هو 60 إن السؤال لا بد من فهم السؤال إذن هنا شكوناه هو دب المضاعف المشترك الأصغر إذن المضاعف المشترك الأصغر لـ 20 و 30 هو 6 كي يمكن هناك طريقة أخرى قد نضربوهم بعضياتهم جوجة 3 6 هو 600 لكن 600 هو مضاعف المشترك بعيد على 6 إذن سنبدأ للسؤال الآخر اللي هو القاسم المشترك الأصغر إذن دابا حددنا المضاعف المشترك المضاعف المشترك الأصغر كي تسمى لـ P-P-C-M دابا لـ P-P-C-M دابا غاد نحددو القاسم المشترك الأكبر بين من؟ بين 30 و 20 هل سنحددو المضاعفات؟ لا، سنحددو القاسم انتع كل عدد من العددين إذن غاد نحددو قاسم قاسم 20 ثم نحدد قاسم 30 ثم نبحث عن المشترك ثم نحددو أكبر تلك العدد التي هي مشترك إذن باش نحددو القاسم بتاع 20 قد نكتبوها كتابات ضربية إذن 20 ماذا تساوي؟ 20 في 1 تساوي 10 في 2 تساوي 4 في 5 هذا الشي ضجة شفناه قبيلة إذن من خلال هذا الشي ما هي قاسم العدد 20 مرتبة من أكبر إلى أصغر؟ من أصغر إلى أكبر؟ إذن لدينا 1 هذا عفوا ثم جوج هذا ثم 4 ثم 5 ثم 10 ثم 20 3 ثم هذه هي قواسم العدد 20 لاحظوا بالنسبة للقواسم العدد 20 قواسم محدودة مضبوطة معروفة ليس بحل المضاعفات المضاعفة لا يتوقف ذلك الشهر قبيلة دعنا نوقفوا ربما نكونوا رقينها لأن هذا الشي لا يتوقف هنا نضير نقاط الحدف وستطيع تحدد حتى الملانية لديهم حدود بينما القواسم فهي مضبوطة هنا سنكتبون القواسم كتابات الضربية 30 لدينا 30 في 1 لدينا 15 في جوج لدينا 6 في 5 لدينا 15 في جوج 5 في 6 لدينا هذه القواسم لدينا 30 لدينا 1 لدينا الجوج لدينا 5 ثم 6 ثم 15 ثم 3 لدينا 6 القواسم لا يكون في فاصلة لنقدر نقسمها نقسمها على 4 وحقارها 4 وضربها 7 ونص لدينا 7 ونص لدينا القواسم لدينا القواسم كما هي القواسم المشتركة؟ القواسم المشتركة بين 20 و 30 إذن هناك المشتركة بينهم هناك واحد هناك جوج هناك جوج هناك خمسة هناك نسيت واحد جوج 10 في 3 10 في 3 نعم إذن هناك أتضر هناك 3 وهناك 10 إذن نضعه هناك مشكلة وخبلها ترتيب إذن كينا 10 هناك 10 في جوج درناها 4 في 5 20 تقريباً هذه هي المضاعفات هناك 2 هناك أتضر 10 وخبرها هم مثلاً هناك 3 وخبرها 4 إذن هذه القواسم المشتركة قواسم المشتركة 1 جوج 5 وخبرها إذن ما هو القاسم الأكبر للمشترك؟ القاسم المشترك الأكبر هو 10 قاسم المشترك الأكبر بين عشرين وثلاثين هو عشر إذن عشر إذن ننتقل إلى السؤال دال إذا كان عدد تلامذة الفصل ألف ورباء هما على الترتيب كيف تتكيفون الوضع أو ثلاثين وثلاثين 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 كم يوجد منه إذن هنا اكتبات قواسم راتف عن ألف وثلاثين 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 او ثلاثين وثلاثين بواحد لأنه لم يكن أتطيع عدد أخر إخدار القسمة تلك أ Ü, أعرفه على الرسول إذا النظر لدينا عديد ثلاثين وثلاثين وثلاثين somewhere إذن بالنسبة لقواتم 29 هو نفسه وواحد وقواتم 23 هو نفسه وواحد إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن العددان 23 و 29 عددان أوليا إذن ما هو العدد الأولي؟ العدد الأولي هو كل عدد يقبل القسمة على نفسه وعلى واحد فقط ما عندهش قواسيم غير راسه ولوحده هو كنسميه عدد أولي إذن عدد أولي إذن نحن تعرفنا العدد الأولي هذا الفهم جديد إذن ننتقل إلى تانية قبل أن ننتقل إلى تانية سننجد واحدة تذكير بقابلية القسمة إذن قابلية القسمة متى نقول قابلية القسمة على إثنان؟ متى نقول أن عدد قابل القسمة على إثنان؟ إذا كان رقم وحداته زوجي إما الرقم الوحدة ديالوجوج أو صيفة أو ربعة أو ستة أو ثمانية إذن هناك نقول على أن هذا العدد فهو عدد قابل للقسمة على إثنان نعطيه مثال عنا مثال ومثال مضاب مثلا عنا ستة وعشرين نريد أن ندرسه قابلية القسمة ديالوجوج قد نمشيه الوحدات نتاعه شنو عنده في الوحدات؟ ما نشوف تشي حاجة إلا الوحدات إذن عنده في الوحدات ستة إذن قابل للقسمة للقسمة على إثنان بينما متين لجينا لهذا العدد؟ هذا العدد نشوف الوحدات نتاعه فقط لا يهمني شيء إلا الوحدات رقم الوحدات إذن الوحدات يخالف صفر وإثنان وأربعة وستة إذن لا يقبل القسمة على إثنان إذن هنا يقبل هنا لا يقبل نشوف الحالة الثانية إلا بغينا ندرسه القابلية للقسمة على على ثلاثة عندنا واحد العدد وبغينا نشوفه وشكي قبل القسمة على ثلاثة بلما نجزو القسمة إذا كان مجموع الأرقام هنا ما شفناش الأرقام الوحدات هنا كنشوفه مجموع الأرقام مضاعف لثلاثة مثال عندنا واحد العدد مثالنا ربعة خمسة صيفر تسعود هذا العدد بغينا نشوفه وشكي قبل القسمة على على ثلاثة قد نجمع الأرقام عندنا تسعود زائد تسعود ثمنتاش ثمنتاش مضاعف لثلاثة إذن يقبل القسمة على ثلاثة نشوفه مثال مضاب هذا العدد نجمع الأرقام متاعه ربعة زائد جوج عشرة عشرة ليس مضاعف لثلاثة إذن لا يقبل القسمة على ثلاثة متى نقول أن عددا يقبل القسمة على على أربعة إذا كان العدد المكون من الوحدات والعشرات يقبل القسمة على أربعة بالنسبة لإثنان كنا نشوفه رقم الوحدات بالنسبة لأربعة كنشوف الوحدات والعشرات ذاك العدد إذا كان كنت تقسم على أربعة فالعدد كله يقبل القسمة على 4 إذا كان غير ذلك فلا يقبل نعطيه واحد المثال مثلاً 280 بغيث هذا العدد نعرف وش يقبل القسمة على 4 قد نمشي نشوف الوحدات والعشارات 80 باش نعرف وش قابل القسمة على 4 نقسمه على جوج مرات القسمة على 4 تقصد أن تقسيم العدد مراتين على 2 نقسمه على جوج كعطي 40 نعود نقسمه على جوج كعطي 20 إذا هذا يقبل ناخده هذا العدد مثلاً مثلاً إذا شنو نشوف بغيث ندرس القسمة على 4 26 26 تقبل القسمة على 2 قطينا 13 ولا زيدنا قسمه على 2 لا يمكن وبالتالي فهذا لا يقبل القسمة على 4 لماذا؟ لأنه لا يقبل القسمة على 2 مرتين إذا هذا لا يقبل كعدد ككل إذا نحن ندرسه غير واحدات أو العشرة ومن بعد نحسمه فشل في العدد كل إذا هذه قابلية القسمة على على 4 إذا قد ندرسه قابلية القسمة على 5 متى نقول أن عدداً يقبل القسمة على 5 إذا كان رقم وحداته صفر أو 5 إما صفر أو إما 5 نعطيه مثال مثال يقبل مثلاً إذا نريد أن نقوم بشكل وحدات نتاع ما الذي لديه في الواحدات؟ لديه خمسة إذا يقبل مباشرة نقول لا نقسمه لا نقسمه فقط نرى هنا يقبل لدينا مثلاً هذا العدد ما الذي لديه في الواحدات؟ 7 هل وحدته هو خمسة أو صفر؟ لا إذا لا يقبل القسمة على 5 إذا ما ندرسه قابلية القسمة على 9 إذا كان العدد من المجموع الأرقام مضاعف لتسعة نجمع الأرقام ما الذي نجمعه فيهم الأرقام؟ 3 و 9 لا نرى الواحدات أو العشرات أو غير ذلك إذا مثال مثلاً سنأخذها 4 7 8 هذا العدد هذا العدد هل يقبل القسمة على 9؟ إذا نجمع الأرقام 7 و 7 14 و 14 18 18 من مضاعفة 9 إذا يقبل نأخذ عدد آخر مثلاً هذا العدد هل يقبل القسمة على 9؟ نجمع الأرقام 8 15 15 من مضاعفة 3 ولكن ليس من مضاعفة 9 فهذا العدد يقبل القسمة على 3 ولكن لا يقبل القسمة على 9 لأن 15 ما عندنا شيء عدد نضربه في 9 ويعطينا 15 إذا هذا المثال مضاعفة لقسمة على 9 قابلية القسمة على 10 متى نقول أن عدد يقبل القسمة على 10 لك الرقم الواحدة نتاعه 0 ليس 5 بالنسبة للخمسة نرى وخصص الواحدة 0 وخمسة ولكن بالنسبة للعشر يجب أن يكون ضروري 0 مثلاً إذا خدمينا الأرقام ما شئت ولكن وضعنا 0 في الواحدة وانتهى الكلام إذا هنا يقبل علاش لأن الواحدة نتاعه 0 هنا نأخذ عدد مضاد رقم الواحدة نتاعه 1 ماشي 0 إذا لا يقبل إذا هذه دراسة قابلية القسمة اللي غضي نطبقها في الجدول دينا أنا سبقت من هذا من هذا الأخر باش نضبطه أكتر ونفهمه هذا الجدول لأنه مهم صراحة في الدرس إذا نشوفوا العدد اللون إذا كيمكننا نخدمه عموديا وكيمكننا نخدمه أفقيا إذا بشو كنخدمه عموديا نخدمه متين قابلية القسمة على الجوج ثم ندزل ثلاثة ثم ربعة ثم خمسة ثم هكذا أفضل أنا بالنسبة لي هذا الوحدات ما دام هو إذا بالنسبة للجوج كنشوف الوحدات فقط رقم الوحدات لا يهمني الباقي إذا الوحدات عندي خمسة إذا لا إذا شو قالوا لي أضعوا علامة في الخانة المناسبة إذا لا يقبل ندير علامة لا يقبل ما نديرش علامة إذا هنا ما نديرش علامة هنا صيفر زوجي إذا صيفر زوجي إذا يقبل خمسة ليس جوجي لا يقبل هنا يقبل هنا يقبل إذا لاحظوا بسهولة بلا مضيات الوقت عرفت القابلية للقسم على إثنان بسهولة فقط نشوف الرقم الأول هنا بغيت ندرش القابلية للقسم على ثلاثة نجمع الأرقام إذا هنا نجمع الأرقام شحالة سعود هنا 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 خمسة هنا جوج خمسة سبعة إذا سبعة وسبعة ربعتاش هنا ربعة تسعود إذا شكون بين هذا مضاعف لثالات إذا شكون للمضاعف لثالات في هذا إذا إذن المضاعف لثلاثة عنا هذا وعنا هذا وعنا هذا وعنا هذا إذن الواحد المضاعف لثلاثة كم جموع هو 14 وبالتالي هنا نعم هنا نعم هنا نعم هنا نعم نمشي وندرس قابلية القسم على أربعة قد ناخده ناخده جوج ناخده الصفر والخمسة وناخده الصفر والصفر ثم ناخده خمسة وخمسين ثم اثنين وخمسين ثم عشرين وندرسه هل هذه الأعداد الملونة قابلية القسم على أربعة نقسمه على جوج مرات خمسة أصلا غير قابل قسمه على جوج إذن لا يقبل قسمه على أربعة لا تقسم على جوج مرة الأولى الصيفر نعم لأن الصيفر تقسمه على جوج كساطي الصيفر ونعود نقسمه على جوج كساطي الصيفر إذا نعم خمسة وخمسين لا يقبل قسمه على اثنان وبالتالي لا يقبل قسمه على أربعة تنين وخمسين تنين وخمسين إلى قسمنا على جوج كساطينا ستة وعشرين وستة وعشرين إلى قسمنا على جوج كساطي 13 وبالتالي يقبل القسم على 2 مرتين إذن يقبل القسم على 4 20 معروف قابل القسم على 4 وبالتالي هذه بالنسبة القابلة للقسم على 4 على 5 ignore فقط رقم الوحدات إذن سوف ناخذ رقم الوحدات نرى إذا كان صفر قبل إذا كان لا ش-, مثل هذا رقم الول الوحد إذن لدي هنا 5 إذن نعم إذا أنا لكن صفر نعم عندي 5 نعم عندي جوجلا عندي صفر نعم قابلية القسمة على 6 متى نقول ان عدد قابل القسمة على 6 إذا كان يقبل القسم على اثنان وثلاثة في نفس الوقت بحال هنا هذا اللا إذن لاحظوا هنا ما دمك يقبلك القسمة على اثنان وخاك يقبل القسمة على الثلاثة لا يقبل القسمة على اثرته يقبل القسمة هناta awareness ثم قابلية القسمة على 9 مش نشوف المجموع اللي جمعنا علشان جمعتهم وحطتهم هنا لأن شايف مازال خصنا ندرسه قابلية القسمة على 9 هل 9 مضاعف لتسعة؟ نعم إذن يقبل هل 9 مضاعف لتسعة؟ نعم 15 ليس مضاعف لتسعة ومضاعف لتسعة ولكن ليس مضاعف وبالتالي لا يقبل 14 ليس مضاعف لتسعة ثم 9 نعم إذن هذه الدرسة لتقابلية القسمة على 9 على 10 سوف نرى رقم الوحدات اللي في الصفر إذن هذا وهذا فقط هذا نعم وهذا نعم الباقي لا إذن لاحظوا عندما نضبطوا الدرسة مزيدة لتقابلية القسمة يأتي الجول دونك تحكمنا فيه بسهول إذن سوف نتمرين ثلاثة الأعداد تقبل القسمة على أربعة لماذا؟ أكتب أعدادا أخرى إذن هذه الأعداد لنرى ماذا تقبل القسمة على أربعة نرى 68 إذا كان 68 يقبل القسمة على أربعة فالأعداد كلها تقبل القسمة لإنما يهمنا شنو مكتوب هنا إذن هنا نشوفوا 68 قسمة على جوج كساتين أربعة وثلاثين ولا عودنا قسمنا على جوج كساتين أربعة وثلاثين إذن 68 يقبل إذن كلهم هذو يقبلون إذن نعم لأن العدد العدد المكون من الوحدات والعشرات من المضاعفات أربعة هذا هو الدليل نكتب أعداد أخرى نعم ناخده 68 68 68 ونجي وهنا يمكن أن نزوده في الأرقام أربعة خمسة جوج خمسة سبعة ثلاثة ثلاثة جوج واحد خمسة سبعة ثلاثة أربعة ثمانية هذا العدد كله يقبل القسمة على أربعة لإنما 68 ومشي غير 68 غير أنا مشيت في الإطار 68 أخذ أي عدد الوحدات والعشرة تنتعه من مضاعفات أربعة فهو يقبل القسمة على أربعة مهما كانت رقم العشرات والمئات والآلاف والملايين والملاير إلى أخير إذن بشيء التمرين أربعة العددان يقبلان القسمة على اثنان وعلى ثلاثة أتحقق هل يقبلان القسمة على ستة؟ إذن إذا كانوا يقبلوا القسمة على اثنان وثلاثة فهم يقبلان إذن هنا نحن نتحققه من جوج وثلاثة جوج وشكي قبلوا القسمة على جوج شنو نشوفه؟ نشوفه رقم الوحدات نعم إذن على اثنان نعم على ثلاثة نجمع الأرقام عندنا ثلاثة وستة تسعود إذن تسعود من مضاعفة ثلاثة إذن نعم هذا نعم عندنا هنا نجمعه خمسطاش واثناش سبعة وشرين سبعة وشرين من مضاعفة ثلاثة إذن نعم إذن يقبلان القسمة على اثنان وثلاثة إذن مادم يقبلان القسمة على ثلاثة ستحقق هات الشرطين تحقق فإنه هما يقبلان القسمة على ستة إذن هاتش نفصلناه في الحقيقة في التمرين السابق وعطونا نماديج بس نزيده إذن التمرين الخامس اكتبوا جميع قواسم كل من الأعداد الآتية واحد وثلاثين، ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين، ثلاثة وثلاثة 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 نبدأ من هذا الشيء الحقيقة ولاحظ، إذن هات الأعداد ما هي قواسمها؟ هات الأعداد قواسمها هي نفسها وواحد إذن قواسم، إذن لدينا جوج، شنو قدروا نكتبه جوج؟ جوج في واحد شنو قدروا نكتبه خمسة؟ خمسة في واحد حداش، حداش في واحد فقط، كتابه الضربية الوحيدة اللي عنده هي هذي، تلتاش هي تلتاش في واحد ثم ثم سباطاش تساوي سباطاش في واحد تلتاش تسوي誰 العرب في واحد تسويer ٣ في واحد تسويه ٢٣ في واحد ٧ تسويه ١١ ١١ ١٧ أن كلهم renovation إذن هذه الأعداد ماذا نسميها؟ نلاحظ أن هذه الأعداد تقبل القسمة على نفسها وعلى واحد إذن تسمى أعداداً أولية نكتب أعداد أخرى مماثلة نعم إذن وقفنا في 31 شنو العدد الموالي؟ 33 34 لا لأن 34 يقبل القسمة على جوج 33 شنو من بعد؟ 34 لا 35 لا 36 لا 37 38 لا سعود 30 كيقبل القسمة على 3 40 41 إذن 41 أولي 40 لا يقبل القسمة إذن هذه الأعداد أخرى وهناك العديد من الأعداد التي تقبل القسمة إلا على نفسها وعلى واحد تسمى أعداداً أولي فقط إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة الاكتشابية اكتشفنا فيها قابلية الكسمة اكتشفنا فيها المضاعف المشترك الأصغر اكتشفنا فيها القاسم المشترك الأكبر أكتشفنا فيها العاداد الأولي إذن موعدنا مع صفحة في الحصة القادمة صفحة 31 من كتاب الجهي